للملف السوري داخل الإدارة المصرية بشكل عام والخارجية في القلب منها دور كبير وتنزف جزء كبير من مجهود في وزارة خارجية والدولة بشكل عام يعني أنت قادم بعد أيام إلى بروكسل للملف السوري من جديد بشكل مختصر وواضح للناس دور مصر في الملف السوري حتى اللحظة يعني نستطيع أن نتحدث عن الجهود التي تبزلها مصر خلال المنزل منذ اندلاع الصراع المسلح في سوريا وما تعرض له الشعب السوري من معاناة بأنه ضرورة التوصل إلى حل سلمي تواكب مع إرادة الشعب السوري ويعيد سوريا إلى نطاقها العربي يعيدها إلى استقرارها إلى وحدة أراضيها وسيادتها وتستطيع سوريا أن تلعب دورها التقليدي في حماية الأمن القومي العربي نحن لا نتعاون وثيق مع المبعوث الأممي أيضا نعمل مع شركائنا في المبلكة العربية السعودية لتوحيد المعارضة ووجود قتلة من المعارضة الوطنية التي تستطيع أن تدخل في مفاوضات إيجابية من أجل رسم خريطة الطريق أمام مستخبل الشعب السوري وصف نظل ندعم كل جهد مخلص للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في سوريا ترجمة نانسي قنقر